السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله وابنك في الحال حقيقة أنا ما عندي كلام كتير أقوله ولا يمضي بالذات الأخيرة دي الفعل حقيقة هو لدارن الناس والعمل أبلغ من الكلام والسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب وأي واحد ما دي يده على مواطن ما دي يده على مواطنة ما دي يده على مسكين تسبب في أنه مواطنة تنترى تتهجر وكثير منها الآن هائمة هائمة في بعض القرى وما عارفين ما شين وين ما عارقين بس من بطش وكيدا المرتزقة أي واحد ما دي يده على الناس ديال حانيتحاسب والله حانيتحاسب وما تظن أنه يد الانترى أصلا ما بعيدة منك والأيام توريك إن شاء الله وفي ناس معينين إذا اتخذت في قائمة الرصد والمتابعة والتعمد والتتبع والله حتشوف غضب وحتشوف عقاب وحتشوف ألم أضعاف الألم الوريتولى المواطنة المسكين والمدعو عمر شارون أنا ما بهددك الله لكن الأيام توريك وما انتبراك بفضل الله جل وعلا كل القوة الموجودة في مناطق الكاملين وما حولها كاب الجداد أزرق السريحة كل القرى الموجودة القوة الكلا الموجودة هناك كلها اترصدت بالأسماء وأنا ما بقول لك أكتر من ده ولا يانبياناتنا وعلى كل حال أنا ما دار أطول في الموضوع ده وأفصل أكتر لأنه أي حاجة بوقتها لكن خالص التعازي لأهلنا في كل قرى الجزيرة وكل قرى النيرة الأبيض وأنا لو طلعت في المكتب هذا طالع لي رسالتين فقط الرسالة الأولى دار أوصي كل الأهل والقرى المحيطة بالمناطق اللي حصلت فيها الانتهاكات دي أطلعوا وفتشوا الخلاء وفتشوا المناطق المحيطة بكم كثير من المواطنين كثير من الأمهات كثير من الأخوات طلعوا ساي من غير ما يكونوا عارفين الاتجاه دي يؤدي على وين فبالله عليكم أطلعوا وفتشوا أي مواطن اللي يتهاين بيوشوا طفل مرى بيت شيلوها ورجعوها ونحن بإذن الله جل وعلا بنقدر عليه التكايا التعملوه الوجبات التوزعوه نقدر عليه ونساهم معاكم إن شاء الله لكن بالله عليكم أطلعوا أطلعوا وفتشوا والله كثير من الرسائل تجينا أنه في ناس طلعوا من قرية فلان ومن قرية فلان من غير ما يكونوا عارفين الشارع دي يودوا عليهم بس ما رقوا من بطش المرتزقة ونحن والله الآلامة شفناها دي كثير من الانتصارات كثير من السيطرة ما قدرنا نقولها للناس زاد وممكن كلكم تكونوا تابعتوا تقدم قواتنا المسلحة في شرق مدني ونصلت مناطق قريبة جدا والليلة الأزانة رفع في قرية الحرز والقوات المسلحة تقدمت لما بعدها سوى كان مناطق معلنة أو غير معلنة والانتصارات أصلا ما وقفت ما حدقيف وبفضل الله جلو على الربط بين طريق الدندر والسوكي والتقدم الحيحصى للأيام الجاية في مناطق أخرى هو بداية الانتصار وبضاية فك الأزمة والضايقة على مواطن النيل الأبيض ومواطن الجزيرة وبداية الانفتاح للقوات المسلحة والأيام يا جماعة حبلة بالبشريات ودائي خلني انتقل للرسالة الثانية وهي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الرسول عليه الصلاة والسلام زمان كان بيجي طالع يشوف أصحابه يتكتل ناس عمار بن ياسر أبوه وأمه ما كان قادر يعمل حاجة إياك تظن أن القوات المسلحة قادرة تخش المناطق الفين انتهاكات دي بيموشا وماذا يرتخش والله نحن بنعرف عدد من الضباط يبكوا يبكوا ألم وحزن على الحاصل وانت ممكن تكون بتعرف كثير من الضباط يستشهدوا بسبب أنهم دارين يمشوا بس يموتوا للمواطن الجيش بيقول لهم أصبروا الخطة دي تتسبب في هلاك انسحبوا من عمل خطة وبين خشتان يقولوا لا ويموتوا القوات المسلحة والله لو عليها الليلة تنظف كل السودان لكن ربنا سبحانه وتعالى يفعلوا ما يشاء ويختار الرصفة السلام كان يشوف عمار بن ياسر وأسرة كلهم أمه وأبو يتعذبوا يقول لهم صبرا على ياسر ما قادر أعمل لكم حاجة صبرا على ياسر لكن جزاكم شنو صبركم ده حيروح ساي يا ناس السريحة وأزرق وغيرها من القرى الما تبوك ما تخوك صبرك حيروح ساي حقك حيروح ساي فإنما عدكم الجنة الدنيا دي أصلا ما بتمشي ساي والأيام دول وكما تدين تدان كما تدين تدان ما بحاجة تمشي ساي تلك الأيام نداولها بين الناس فيا أهلنا في كل القرى أصبروا وصابروا والله العظيم القوات المسلحة تبزل الغالي والنفيس عشان تصلكم وتنظف مناطقكم وكلها بإذن الله ما دالنا أقول ساعد لكن إن شاء الله كلها أيام كلها أيام بإذن الله جل وعلا وتسمع بشارات تفتح النفس وتسر البال وتجبر الخاطر الصبر مفتاح الفرج وما ضاقت إلا لتفرج إن شاء الله حني ومن كل يد اتمدت على المواطنين ما تظن أنه في واحدها يهرب من العدالة ولا من القصص مهما تمشي وأنا الآن الآن بقول لي أي ناس أي ناس القوات المسلحة سيطرت على مناطقها فتشوا الغرى التي كانت تنتهك أعراض الناس وتهاجم الناس والمتعاونين اللي كانوا معهم فتشواهم كلهم يستلمون إنتوا كمواطنين يستلمون وسلمون للقوات المسلحة تقتص منهم أو نسقوا مع القوات المسلحة وكوينوا لجان شعبية مخولة بالتحري يكون فيها ناس مستشارين قانونين ناس أمناء ناس موزوغين حكماء توافق لكم القوات المسلحة باللجان دي اللجان دي تشتغل شغل التقصي والتتبع للمتعاونين واتدمر القرى قرى الدندل وغيرة من القرى في مناطق سننر أبشر بالخير والنصر القريب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة